الطريق إلى اقتصاد أخضر هو عنوان مصر اللي جاي خلال السنين القليلة القادمة هتقولي طب وليه مش الكثيرة هقولك لأن احنا هنكون بالفعل وصلنا إلى اقتصاد أخضر احنا عندنا مستهدف في 20-30 يكون عندنا 40% من طاقتنا طاقة خضراء نظيفة تيجي من الشمس وتيجي من الهوى وتيجي من المية والهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضرة واللازي منه إذن خلونا نروح لشرم الشيخ وزميل العزيز يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري معنا مباشرة اتفضل يا يوسف اليوم مهم جدا يوم الطاقة والمجتمع المدني الطاقة أحد أكثر القطاعات المسببة للإمبعاثات الحرارية في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها الدول يوسف من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية هناك أزمة في الطاقة فالدول ما بين تأمين احتياجاتها من الطاقة وما بين وجوب التزامها بالسعي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة عشان كده النهاردة كان فيه زخم سياسي جدا واقتصادي بالدرجة الأولى كان فيه مشاركة واسعة من وفود دول كتير جدا اتكلمت عن تجاربها في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنمازج النجحة وايضا المبادرات التي أطلقتها بعض الدول ومصر كان لها الصبق في موضوع المبادرات لأن مصر من كام يوم في أيام الأولى من هذه القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مبادرة مع بلجيكا المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر وأيضا مع النرويج لإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة الطاقة ملف مهم جدا ملف تأثر كثيرا بالتغيرات المناخية ما بين العودة إلى الوقود الاحفوري كما تشير بعض الدول وما بين التخلي عن هذه الطاقة القديمة وأيضا الحد من الانبعاثات الحرارية بدأ اليوم كالمعتاد بجلسة الشق رفيع المستوى والتي تكلمت عن خفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف في العلاج الخسائر والأضرار وتحديدا موضوع علاج الخسائر والأضرار كان بيشار إليه من قبل فيه جلسات كتير وربما كان هذا الملف من أهم الملفات التي تم إطلاقها لأول مرة في قمم الكوب السيد سامح شكري الرئيس المعين لقمة كوب 27 أطلق عدة رسائل اليوم في هذه الجلسة رفيعة المستوى وهي ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وما له من فوائد اقتصادية ومن هنا يجب الإشارة إلى التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص معظم الدول والوفود التي أجرينا حديث معها تحدثت عن أن القطاع الخاص له دور كبير في هذه المشروعات مشروعات الطاقة المتجددة السيد سامح شكري أكد أيضا على مسألة التحول الأخضر العادل للدول النامية والدول الأفريقية على وجه التحديد بما أن مصر تتحدث دوما باسم القرى الأفريقية في هذه القمة للأخذ في الاعتبار لأظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها هذه الدول بالأرقام يوسف القرى الأفريقية بتحتاج في مشروعات الطاقة المتجددة لتوصيل الكهرباء للطاقة ل600 مليون شخص محتاجة سنويا لتريليون دولار وهو رقم بيعادل عشر أضعاف ما تم الاتفاق عليه في قمة كوبنهاجن للتمويل المناخي وللأسف سبع الدول بس أوفت بتعهدتها في هذا المجال من أصل 23 دولة متقدمة علشان كده كان اطلاق مبادرة النهاردة مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا لتوصيل الطاقة ل300 مليون شخص في أفريقيا بحلول 2028 المبادرة دي يا يوسف بتتضمن التحول السريع نحو الطاقة الخضراء في القرى الأفريقية بنسبة 25% بحلول 2028 وبنسبة 100% بحلول 2063 وبتشمل من خمس دول لعشر دول على حسب استعاب كل دولة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية جلسات كتير شهدها اليوم في منقشة موضوع الطاقة والمجتمع المدني والربط ما بين الموضوعين مستمرين مع حضرتك يا يوسف ومع كل المشاهدين في تغطيطنا كل يوم لما تسفر عنه جلسات هذه القمة قمة تغير المناقق قمة التنفيذ كوب 27 من هنا من شرم الشيخ وإليك مرة أخرى في الستوديو